عمر بن الخطاب الملقب بالفاروق هو ثاني الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة اسمه عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العز بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النظر ولد في مكة المكرمة حوالي سنة خمسمائة وثلاثة وثمانين ميلاديا وكان ينتمي إلى قبيلة قريش كان عمر بن الخطاب رجلا قويا وذكيا وقد اشتهر بشجاعته وعدله أسلم عمر بن الخطاب في السنة السادسة من الهجرة بعد أن كان من أشد المعارضين للإسلام وبعد إسلامه أصبح عمر بن الخطاب من أقرب المقربين إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وقد شارك في جميع غزوات الرسول بعد وفاة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تولى أبو بكر الصديق الخلافة وبعد وفاة أبي بكر تولى عمر بن الخطاب الخلافة حكم عمر بن الخطاب الدولة الإسلامية لمدة عشر سنوات وقد شهدت هذه الفترة توسعا كبيرا للدولة الإسلامية قاد عمر بن الخطاب العديد من الفتوحات الإسلامية بما في ذلك فتح مصر والعراق وفارس كما أنه أسس ديوان الجند وهو أول نظام للجيش النظامي في الإسلام كما أنه أسس نظام التقاعد للمسلمين وهو أول نظام للتقاعد في العالم كان عمر بن الخطاب رجلا عادلا وقد اشتهر بحبه للعدل والمساواة كما أنه كان رجلا متواضعا وقد كان دائما يضع نفسه في خدمة الناس استشهد عمر بن الخطاب عام 644 ميلاديا بعد أن طعنه أبو لؤلؤة المجوسي أثناء صلاة الفجر في المسجد النبوي في المدينة المنورة وقد دفن عمر بن الخطاب في المدينة المنورة بجوار الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق أبو حفص رضي الله عنه أبو حفص عمر بن الخطاب العدو الكريشي الملقب بالأسفل